انطلقت أمس قافلة للجيش الوطني الشعبي بمعية المؤسسة العموبية للسحة الجوارية بن سينة نحو منطقة تارات الحدودية بولاية إليزي لإجاء فحوصات طبية وتقديم العلاج لفائدة سكان المنطقة والبدوى الرحل وستجوب القافلة المتكونة من أطباء عسكريين ومدنيين هذه المنطقة الحدودية وأماكن تمركز البدوى الرحل منها إمجيد وإيجاجي إضافة إلى مراعي المنطقة للقيام بفحوصات طبية مجانية لفائدة هؤلاء المواطنين وكذا توزيع أدوية طبية متنوعة على المرضى الذين يعانون من وعكات صحية خفيفة